اشتركوا في القناة ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فإن سرها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها في القدس في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكة وسياح من الإفرنج شكر لا يرون القدس إطلاقا تراهم وسياح من الإفرنج شكر لا يرون القدس إطلاقا تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم في القدس دبل جند منتعلين فوق الغايم في القدس صلينا على الأسفل في القدس من في القدس إلا أنت وتلفت التاريخ لي متبسما أظن أنت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظن أنت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش؟ أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميكة لكي ترى فيها هواتك؟ في القدس كل فتن سواك وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها ما زلت تركض خلفها مذودعتك بعينها فارفق بنفسك ساعة إني أراك وأهنت في القدس من في القدس إلا أنت يا كاتب التاريخ مهلا فالمدينة دهرها دهراني دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم والقدس تعرف نفسها فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين حدبا على أشباهه فوق القباب تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأبي بالبنين في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتدنيها توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان فهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا حتى إذا طال الخلاف تقاسم فالصبح حرا خارج العتبات لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر باعوه بسوق خاسة في إصفهانة لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان في القدس رائحة في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لو وجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو في القدس رغم تتابع النكبات في القدس رغم تتابع النكبات ريح طفولة في الجو ريح براءة في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مروا من هنا فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا أمرر بها وقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض فيها الزنج والعفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتاتار والأتراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك فيها كل من وطئ الثرى أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستفنيتنا يا شيخ فلتعد القراءة والكتابة مرة أخرى أراك لحنت العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة الصفراء ما لبنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت في الدمع قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي وأعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت شكرا شكرا حياة الله يا تميم الله يحيييك شكرا لا فضفوك الله يتسلم دعا جمناك تمنيت أن أترك وقتي في التعليق لهذا الجمهور العذب الذي تفاعل مع هذه القصيدة العظيمة شكرا لك وله الذي يسلينا فيما أصاب فلسطين حماها الله وقاها الله هو هذا الإبداع من هؤلاء الأفذاذ أم ذلك أعانى الله إخوتنا في فلسطين في رباطهم الثقيل على فزع الحياة وكدر العيش ونسأل الله أن تعود متألقة جميلة في حوزة أبنائها الذين يبحثون عن حقوقهم بدقة لا يرمون بكل الشباك وبكل الحبال كما ترى إنهم يرصفون الطريقة بالأفكار ولذلك فلربما كان العقل دليلا إلى القلب وكان القلب قارعة في الطريق هذه القصيدة أنموذج حي على أن الشعر العربي سيظل متألقا مبدعا بمثل هذا الإلقاء وبمثل هذا الحضور الجميل الذي تستحق عليه هذا القصيد يا تميم كنت أحسب أن شعرية درويش عندما وصف القدس بأنها من حليب البلابل قد استنفدت مع بقية الشعراء كل ما يقال عن القدس على كسرة ما قيل فإن هذه القصيدة البديعة الرائعة التي استعرت فيها بصر القصاص وبصيرة الشاعر وقدرة المبدع على أن يجدل رؤيته بهذا النسق الجميل أعتقد أن هذه القصيدة تضيف أشياء جميلة جدا وتجعل منك أيقونة وتميمة تجسد شعر الشباب وتفتح باب الأمل في الفن وفي المستقبل معا وهنئوه جميل 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 هذا الدورة وهذه القصيدة التي تنتبي إلى أدب ما بعد الاستعمار الواقع هذه القصيدة تقوم على بنية جميلة جدا يكون فيها الراوي في تاكسي ويمر على القدس السريع ويلتقط بالتقاطات جورجيا وهو الجورجيا الذي لا تجار ثم يلتقط فتية الولو الذي يرتبطون بالمحرقة ثم يلتبط فقط من الآخر البشار المتناقضين بعدها تأتي فسحة للذات يرجع الراوي إلى ذاته فيحاول أن يدون التاريخ من الأسفل يقرأ التاريخ من الأسفل ليعيد تركيبة التاريخ بعدها يرجع من جديد ليرى المكان كيف 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 يشهد المكان رغم غياب الإنسان على على الحبيقة الواقع في النهاية يرى الشاعر نفسه في مرآة التاكسي يرى صوته فيستحضر قصيدة أمرو القيس الشعيرة جدا يستحضر هذا النص أيضا في القدس مدرسة لمنلوك أتى مما وراء النار يستحضر قدس يستحضر عمور كثيرة وهنك على هذا النص سكرا جزيلا يا تميم لا لقد صفق لك الجمهور كثيرا كنت هجتنا في المرحلة السابقة وحين رأيت نصك وقد كنت أنتظره كما أنتظره زملائي ورأيت موضوع القدس يعني خشيت أن تضيع كما ضعت القدس لكن لكنك كنت رائعا لقد استطعت أن تتخذ من السرد من الحكاية أسلوبا جميلا لتمرر أفكارك في هذا النص الجميل الذي أعتقد أنه من أجمل النصوص التي كتبت عن محنة القدس وهنئك يا تامين يا تامين أنت مسكون وفيك جنون وما أجمل جنونك هذه الليلة قدمت لنا قدمت لنا بالفعل مونودراما وتعرف ما هي المونودراما أكيد قدمت لنا مونودراما موجعة وفيها سخري مرة وأتراها ضاقت علينا وحدنا ما هذه الجملة ما هذا القول الرائع يعني يصعب جدا أن يتحدث المرأ بالفعل بعد كل هذا الاستقبال من الناس عن هذه القصيدة عن هذا النص الكبير أنا أشكرك على هذه الكاميرا التفصيلية التي دخلت في تفاصيل تفاصيل القدس التي أنطقت الحجر وجعلت له هذه الذاكرة لأن الحجر نعم في قرآننا وإنجلينا نعم له ذاكرة وله تاريخ ونحن كنا هنا وسنبقى هنا شكرا يا تميم شكرا يا تميم تفاصيل يا تميم مشاهدينا مشاهدينا مشعارف تتكلم يا تميم هذا أنت بك شكرا 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 مشاهدينا ترجمة نانسي قنقر